اشتركوا في القناة ومن الكليات الأخرى تسلموا قرارات تعيينهم وتوزيعهم على المدارس في المملكة وقام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى عدد من المدارس حيث التقى أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية واطمأنا على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة والمكرر الأحد المقبل طبعا حابها أن الطلاب بالقدوم العام الجديد وإن شاء الله طبعا نحن مكلية المعلمين استفدنا تطبيق استراتيجيات ووسائل تعليم إن شاء الله نطبقها مع الطلبة ويستفيدونا نشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسهم جلالة الملك أحمد بن عيسى ويد متحمسة للتجربة إنه شي يديد وفي رسالة أبيوصلها إنه يعني التدريس رسالة ويد تامية وأنا ليش شرف إنه أنا حين أكون مدرسة أشكر القيادة على هالفرصة وعلى إنه يعني طلعونا بهالصورة كإحنا مدرسين في كلية المعلمين وحين تخرجنا واشتغلنا الحمد لله أمس استنامنا للوظيفة الحمد لله وجاهزين إن شاء الله حق التدريس بس بقى أسبوع على ما إن شاء الله يتدي الدراسة وإن شاء الله عام جديد اللي يوفقنا كلنا إن شاء الله كما التقى الوزير عددا من المعلمين والمعلمات الجدد من خريجي كلية البحرين للمعلمين وعددا من القيادات المدرسية التي تم تعينها للعمل في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد معربا عن سعادته بالالتقاء بهذه النخبة من المعلمين المستجدين من خريجي كلية البحرين للمعلمين والتي تطلع بدور مهم في رفض الميدان التربوي بالكفاءات التربوية المؤهلة تأهيلا عاليا تأكيدا على نجاحها كإحدى مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وأضاف الوزير أن الوزارة تتطلع إلى أن يدسم خريجو هذه الكلية الوطنية في تحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية المشرفة كما حي المديرين والمديرين المساعدين الجدد الذين تم تعينهم هذا العام ليكونوا جزءا من القيادة المدرسية الأساسية في عدد من المدارس أكون إن شاء الله معلمة نظام فاصل والحمد لله يعني الحمد لله يعفيني طاقة الشباب إن شاء الله أقدر أعطي فيها العمل وحدة متحمسة حق هالشغلة ووالله قدرني أن أسوي هالشيء أحبت أهني ولياء الأمر وإخواني الطلاب في بداية العام الدراسة الجديد وأتمنى لهم كل التوفيق والسداد إن شاء الله وإن شاء الله يكون عام دراسة سهل علينا وعليهم إن شاء الله أأمل أن المدرسة اللي بروح لها أحقق فيها ما تم إنجازه إن شاء الله مثل ما حققته في مدرستي وأتمنى إن شاء الله أن أحقق مؤشرات عالية في الإنجاز والتحصيل من خلال تنويع الاستراتيجيات وطرق التريس إن شاء الله وأحقق إن شاء الله المؤشرات اللي تمح لها هي الضمانة الجودة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إن شاء الله أطمحنا أن أكون على قد المسؤولية وأقدر أغير في المدرسة أعتقد أن بالأمكانية على خبرتي الطويلة في الإدارة إن شاء الله أن أقدر أغير فيها بحيث ترتقي إلى مستوى تتوافق مع متطلعات الوزارة ويدكر أن الوزارة ستقوم خلال هذا الأسبوع بعقد لقاءات التهيئة مع المعلمين الجدد وتنظيم ورش عمل ومحاضرات تتعلق بالأنظمة المدرسية وبكافة جوانب العمل التعليمي والتربوي إضافة إلى تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة